هيا مش قدر أسيب مثال إبراهيم مصارة لأن في حاجة يعني سمعتها في إحدى الوعظات وكانت لمساني جدا أنه يعني هي دايما حتى في سرها ما بينها وما بين نفسها دايما بتقول سيدي يعني وسيدي كاتشيخ حتى ما بينها وما بين نفسها وده يدل أنه هو كبير دايما في نظرها حتى وهي بتتكلم مع نفسها فده يخلينا نسأل نفسنا سؤال أنه أكيد المقارنة اللي بتتقال علنا يعني بدايتها حاجة سرية جوايا أنا أنا جوايا إزاي أشتغل على نفسي عشان يبقى يشريك حياتي دايما كبير في عناية دايما مش بقارنب حتى لو في مساوئ ما هقول لنا عندنا مساوئ إزاي أشتغل على النقطة دي يعني عاوز أقول أن أولا طبعا في جانب روحي مهم في حياتنا إحنا محتاجين طول الوقت نبقى واغدين بنا أن كل واحد فينا محتاج أنه هو يكون متحصن بربنا وفي ربنا ده أولا حصن بربنا وفي ربنا لازم يكون الواحد فينا متحصن لأنه هجمات عدو الخير كتيرة خصوصا على الأسرة وعلى البيت البيت والأسرة كنيسة فطبعا عدو الخير بيحارب الكنيسة دي عاوز يزعز استقرارها وعاوز يضعف الولاد كمان اللي موجودين في الأسرة دي بالتوتر وبالمشاكل فالواحد أولا لازم يحصن نفسه بربنا وفي ربنا ده أولا تاني حاجة كمان كل واحد فينا لازم طول الوقت لما يفكر في شيء سلبي في الطرف الآخر أو في نقطة ضعف يفكر في نقاط القوة اللي موجودة فيه ويفكر كمان في المميزات اللي موجودة في الطرف الآخر يعني جايز واحد يقارن زوجته فيقول ما هي ما بتعملش كذا والبقيين بيعمله كذا وكذا وكذا لازم كمان يقول له روحه بس هي شاطرة في الحاجة الفلانية وبتعمل كذا وكذا وكذا وتفضل كبيرة في عمي والعكس كمان صحيح الشاطر يحصن نفسه بربنا وفي ربنا ويحصن نفسيته وأفكاره كمان بأنه يبقى شايف كويس نقاط القوة والمميزات اللي في الطرف الآخر الزوج في زوجته والزوجة في زوجها يكمل حلو قوي النقطة زي طب يا قوي بقى يعني يمكن لما بنشوف أضرار المشكلة وتوابعها ونعمل عليها شوي تركيز بسيط نقلق من المشكلة نفسها فإيه أضرار المقارنة في البيوت؟ ده المقارنة بقى دي لها أضرار كتيرة قوي قوي في البيت أولا طبعا لو إحنا مش قدرين نتحصن كويس فلما بيحصل مقارنة وحيحصل كلام في موضوع المقارنة دوا بيؤدي إلى التوتر وأحيانا كتير يؤدي إلى الغضب وطبعا غضب الإنسان لا يصنع بره الله وغضب الإنسان هيبقى سبب في ردود أفعال شديدة وعنيفة وصعبة خليني بردو أرجع لصفر التكوين وأقول لحضرتك أني آه صحيح ده مش بين أزواج لكن كمشكلة المقارنة عموما أني أول حادثة قتلة حصلت في تاريخ البشرية حكنا عنها صفر التكوين في الإصحاح الرابع هي كانت بسبب المقارنة والغضب والغيز لأنه لما كان قيين وهبيل بيقدموا زبايح لربنا فهبيل قدم من الغنم ثمانيها أحسن ما فيها وقيين قدم من الأرض أمور ضعيفة تضعيفة ربنا قبل الزبيحة اللي قدمها هبيل وما نظرش لزبيحة قيين يلونا في كتاب فاختاز وتعينت خاله وكان شكله من جوه عامل إزاي؟ بيقارن ليه ربنا إبل ده وما قبلش حكتي أنا على راجل أنه كان الخطأ منه وقدم شيء ضعيف وشيء لا يليق وأخوه قدم شيء سمين وقدم شيء يليق بربنا وربنا رد عليه يعني قاله إن أحسنت أفل رفع فيعني قاله بقى ربنا قاله أنت مش كنت أحسنت كنت أنا إبلت وكنت رفعت عنك هذه المشاعر إن قاله أنت لو مقبلتش خطيئة رابضة عند باب البيت مش تعرف تسيطر على مشاعرك الخطيئة قاعدة مستنياك أنت هتسود عليها أنت اللي هتقتل لو مقبلتش ده كان ربنا بيحذر من مشكلة المقارنات ما هتؤدي إلى غيظ وإلى غضب وقدت في الموقف ده إلى جريمة